اشتركوا في القناة 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 أَوَلَا شِيْوَحَدِ يَوَسْفَكِ يَوْلِكِ إِنْتَا كَتْ ش케 الحلق خلقان تؤمن تؤمن تقريبك المرأة لتعرف بخلقك ترجمة نانسي قنقر ونفس وما سواها أي تسويتها أقسم الله بتسوية هذه النفس لأنه خلقها وسواها بطريقة عجيبة لا يمكن لأكثر الناس أن يدركوها على حقيقتها هذه النفس فتقول أنا أعرف نفسي لا تعرف نفسك ولا أنا أعرف نفسي على حقيقتها لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كم مرة تنية حدث عن ظلم الانساني لنفسي فقط ظلم نفسه فمنهم ظلمون لنفسي القرآن parle de l'injustice commise par l'atrima envers sa propre personne أنت وانا إذا مدحنا أنفسنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد ظلموها أنا أعلم وانا أعرف وانا قوي وانا كذا نظلمو أنفسنا نظلمو أنفسنا نظلمو أنفسنا نظلمو أنفسنا وإذا احتقرنا النفس قد ظلموها لأننا نمنعوها من الانطلاق وفي الخير وإذا ما نثقرنا نفسنا وانا نظلمون أنفسنا نظلمو أنفسنا لأن هذا لا تماماً لأننا نشاهد في نفسنا يا عزاني قد ظلمو أنفسنا تريد أنفسنا لكي تتعرفشاك في المستقبل تتعرفش في النفس ديالك أولا تتعرفش في النفس ديالك أولا تتعرف بولاك من أجلي أن تخطط المستقبلك لحظة أن تعرف نفسك ما هي نقاط ضعفك و قوتك ما خير الذي فيك ما هي مهاراتك ما هي قدراتك ما هو ضعفك بشتعرفش حاجة اللي نقصد تعلمها الحاجة اللي ما عندك جيجيبها الحاجة اللي عندك تطورها تُوَا دِيVOLOPER سُكُّ تُوَا دِجَا تُوَا عَكِرِي سُكُّ تُوَا مِي دَبُورْ تَكُنَتْخْ لَبُدَّةً تَعْرِفَ نَفْسَكَ أَوَّلًا قَبْلَاً تَنْظُرَ إِلَى مُسْتَقْبَلِكَ ثَانِيًا ثُمَّ أَحْبَابِ الْكِرَامِ en parlant de ce thème même dans les sens humain العلم والإنسانية on parle des sens humain لا يمكن أن نتحدث عن العلم والإنسانية حديثا واقعيا علميا si on veut vraiment parler des sens humain eh bien d'abord parler de l'homme de son âme qu'est-ce qu'elle est لا يمكن أن نتحدث عن العلم والإنسانية دون أن نعرف هذه النفس التي خلقها الله c'est l'âme qu'Allah a crié comment il est qui a la capacité de la décrire convenablement si on ne connaît pas alors comment on va dire que nous on apprend des sens humains qui sont exactes etc vous savez dans la langue arab في اللغة العربية في مجال البلاغ هناك باب و أسنوب يسمى بأسنوب التجريد أو سنوب التجريد أنك أنت فيك جوج لا يمكن أن تحدث عن العلم والإنسانية هذه النفس صفوة الخلق أفضل الناس رسول الله عليهم الصلاة والسلام تمر بهم مراحل في الحياة رسول الله سيدنا موسى موسى يمكن أن تحدث عن العلم والإنسانية يمكن أن تحدث عن العلم والإنسانية يمكن أن تحدث عن العلم والإنسانية صفوة الخلق وإنسانية لا يمكن أن تحدث عن العلم والإنسانية 이나 موسى يا في موسى يا كلم الله بما تحدث عن العلم والإنسانية من أحدث عن العلم والإنسانية اعلم السلام صفوة من تحتاج عندما تتعلم الله كذا وكتب أن تتعلم مع نفسك سوف تتعرف رسك أنا أنا كن حشام لكن كان بطولة سوف تتعلم بني دبز معك شي واحد ما تخللو لطاصلة لا فاصلة تسلي 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 لكن المنطقة تسلي تسلي هذا هو رجل هذا هو حقك معك تسلي أني تسلي سنطعة الناس بالطبع ونسبعة الناس رده الناس رأس قد يبقى الناس فحصم هذا هو فضلك فالطبع دعاذ الله إنظر بقي مرحب بسم الله ما فعله سابقه za من الضوان بقية صبحنا الله سيدنا نساء قيل الله الآن فعله سنعرف نفس دوره سنعرف قيل الله يقول شخص لي يقول صالتي يقول الله له لا يا جديد يقولين يقولون يقولونه مرحبا يقولونه اهلا صادر عليه السلام يقول الله لا يا جديد لا ستعلمديه جديد بحسن امشيدي امشيدي بحسن صدما صدما لهم جديد على مهل الأرض il a reçu le premier شرق le deuxième قال له موسى قال الخادر هل تعلموني مما قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا سبحان الله موسى من أكفار الرسول صبرا سوى سيدنا موسى من أصبار خلق الله parmi les plus grands messagers qui ont fait preuve d'une endurance incomparable موسى موسى dans le désert بإزن في صحراء مع فرعون avec فرعون et vous savez c'est qui فرعون موسى كان النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم notre prophète quand il éprouvait des épreuves très difficiles et bien il pensait à qui à موسى il dit je dois endurer comme موسى il le prenait comme exemple كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر واشتد به البلاء يقول رحم الله أخي موسى كم أوذي فصبر كحال أذو النسو صبر يتعزى بموسى يخضب حال ميهل قدو حد سيدنا موسى الصبر يقول لون خادير فإنك لن تستطيع معي صبر ما تخضر يتصبب تخادير lui dit tu ne seras pas faire preuve de patience et dendurance موسى قال لون لا شكرا لك لا أستطيع أن يسمر لن تسرح لا أستطيع أن يسمر انتقال أساسة كله يقول لا أتقول أنك لا تستطيع معي يقول لا أتقول لك إنك لن تستطيع معي يا سبرا قال هذا في راق بيني و بينك سأو نبيعك بي تأويل ما لن تستطيع عليها سبرا je vais maintenant t'interpréter ce que tu n'as pas su la chose à laquelle tu n'as pas su résister et faire preuve de patience موسى سودينة il a été choqué par la rencontre avec son سبحان الله أنا من أولي العزم أنا كليم الله ومع ذلك ما أعرف في النفس ديالي نعم نعم سيدنا آدم عليه السلام notre père آدم خلقه الله بيدي الله lui-même l'a façonné l'a crié ordonna à ses anges de se prosterner devant lui il lui a appris les noms de toutes choses عَلَّمَهُ أَسْمَا أَكُلِّ شَيْءٍ وَأَسْجَدَيْهُ الْمَلَائِكَةِ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ il a fait entrer au paradis آدم عليه السلام ماشاء الله الله قال لغا دي تحيش ألف سنة الله lui dit tu vas vivre mille ans أخبره الله بالأجل ليله خبره شكرا لغا دي تحيش ألف سنة إذن أنت آدم نعم أنت كلمه الله كلمه الله الله lui a parlé de vive voix آدم كموسي عَلَيْهِ السلام regarde quel privilège أيو أيو فضلين وأيو شرف ومع ذلك مع ذلك لما خلقه الله أظهر له نسانباني أروح ذريته إلى يوم القيامة فهنمال الله lui a exposé tout سادي صندوق دي تحيش ألف سنة دي تحيش ألف سنة فهنمال أجعل آدم ينظره إلى أولاده إلى يوم القيامة سقار الأروح ذي كيف يشوفه واجعل الله بين عيني كل واحد مننا وبيسا من نور 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 عظيم النوم مع الكثير من للميار آدم يقول يا رب من هذا شكون هذا قال هذا رجل من آخر أمتك أو ذريتك يأتي على فن دي تان سيكي اللي تان تنفس داود داود عليه السلام أعجب له إلا يمي إلا يمي آدم أفك بوكو دلوميار فيه نور نور الإيمان العمل الصالح الطاعة قال أي ربي كم جعلت عموره شحال غادي يعيش كمين يفا فيفر يولا دي سوشنة ستين عام بقا فيه الحال كيفا مغير جن أدخ بارانتز يموت بكري ستين عام قال أي ربي غادي نعطيه نوربعين عام جو دي لوني كهانت من العمور ديالي إذن شحال غادي يعيش آدم تسعمية وستين عام دونك آدم فا فيفر نفس وستين عام بسكو دوني 40 عام سن فيس داود الله يلا أكسبته قبيل الله قال لو أخا أقبلتها منك نزيد هالو لداود يعيش مية عام مرت الأيام والسنوات والقرون دي سيكل پاسي جاء ملكو الموت وهو صدمة اللقاء لشوك دوني جاء ملكو قال يا آدم حان أجلك جاء ملكو المساك منكم لا يمكنك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ونسيت ذريته وخطئت ذريته كما أدام نوت ربما أبليه نو نبلي فاسة النام تكتشف حقيقتك أسأل الله تعالى أن يعرفنا بأنفسنا لنعرف ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحباب الكرام وقعت قصة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجلها القرآن وقعت عمور كثيرة لكن هذه سجلها القرآن القرآن nous a rapporté un événement qui s'est passé ou une histoire à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم des gens qui pensaient connaître leur vraie personne وكانوا يظنون أنهم يعرفون أنفسهم وكانوا يظنون أنهم يعرفون أنفسهم قالوا يا رسول الله فقط لديهم فقط لديهم ومنهم يسعوني ديهم ومنهم من عهد الله يسعوني الهد لديهم لَإِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ سِيْنَوْنَا دَنَوْنَا لَنَا سَعُجُفْتَوْكِبْ لَنَا سَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ انْفَا اتْرَوْا جَنَرَوْا دَنَوْا يَنَوْنَا هَدَا ضَنُّوْنُ بِلَنْفُسِيهِمْ سِيْلْكِي كُوَيِي يَقُولِكَ عَرْفِنْ رَسْنَا والله لو كان عدنا الفلوح تنعملون ديرون بنئهم وشري ونعونوا الفقارات وليتما انْفَا اتْرَوْنَا سِيْنَوْنَا سُور سُور فَلَمَّا آتَاهُمْ قَنْتَ اللَّهُ لُوْغَا دُونِ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ غَدَا ils n'ont rien donné وَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِضُونِ ils ont fait demi-tour marche à rien où est-ce qu'elle est la parole ? محاج شوف النتيجة le résultat فَأَعْقَبَهُمْ شوف الله رَضِي جَعَلْفُ الْقُلُوبِ نِفَاقَنْ إِفِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ الله عزَّوَجَلْ a scellé leur cœur comme quoi ce sont des cœurs d'hypocrite jusqu'à يوم القيام ils ne vont pas changer محاج يَوْمَ جَعْلِمْ تِحَالِ سُودِي مُعْ ils ont été choqués النبي صلى الله عليه وسلم يقول كَمَ فِي تِرْمِذِ وَغَيْرِهِ إِذَا مَنْ سَمِعَ مِنْ كُمْ بِدَجَّال vous entendez que l'antichrist est là إِذَا سمعتُد دَجَّال خُرَج عَنْ بَكْتُقُلَا لَخْسِرَنْ شُوفُ فَلْيَنْ إِذَا مَنْ سَمِعَ بِدَجَّال فَلْيَنْ آَعَنْهُ أي فَلْيَبْتَعِدْ le Prophète te dit fuit ne va pas sa rencontre même pas par curiosité trop risqué لأنك لا تعرف نفسك ربما تمشي عندو المجاعة la sécheresse la famine l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'elle va faire et qu'est-ce qu'elle va devenir qu'est-ce qu'elle aura comme moyen سوف تكون عندو تكنولوجيا وعِلْمُ كَدَا سوف تكون عندو تكنولوجيا وَلْيَدْ تُبْعُوهُ وَلْيَنْ إِذَا مَنْ سَمِعَ بِدْدَجَّال فَلْيَنْ أَعَنْهُ فَإِنَّ الرَّجُولَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنُ فَيَأْتِيهِ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا بُعِثَ مِنْهُ مَعَهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ سوف تكونوا تُرْيَنْ 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 اِنْ عَوْمِنْ تُعْنِيُّ بِالْلَهُ تُرْيَنْ فَنَا تَعْرِفُ نَفْسَكَ وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَعْرِفَ نَفْسَهُ فَلْيَقْرَأَ كِتَابَ اللَّهُ تُوَتْ تَنَيْتَوَا لِلْقُرْعَنِ القرآن يتحدث عننا القرآن يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان يا أيتها النفس المطمئنة ونفس وما سواها إن النفس لأمارة بالسوء القرآن يتكلم عنه نحن قال القرآن ستعرف نفسك إن الإنسان خلق أكي هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين الإنسان خلاف الإنسان خواف أيها الأمراك أيها الأمراك تهم players تهم، تهم حكسame، تهم حكسة تهم حكسs البيشان القرآن يد إن Ny Jaani إذا نفصل، يعمل بذكر الله الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بذكر الله قال لك القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم nous parle énormément de l'homme de l'être humain لما رسام صلى الله عليه وسلم في الأرض il a dessiné un carré مربعا وعمل في واحد نقطة un point au milieu il dit ça c'est l'homme قال هذا الإنسان هذا بندم شوف الإنسان حقيقة دعوه بشعر فرسك قال وَهَاذَا أَجَلُهُ وَحِيطُمْ بِهِ et là c'est la durée de vie il ne peut pas sortir la quitter l'homme il est encerné encerné par sa durée de vie prédestinée أَجَلُهُ يُحِيطُ بِهِ وَعَمْلُوا حَدْ سَتَرْخَارَجِ من ذلك الْإِنسان على برَرَّدِيَ الْمُرَبَّعِ un tiré un segment une droite qui prend début du point elle sort à l'extérieur du carré قال صلى الله عليه وسلم هَذَا أَمَلُهُ الْأَجَلُهُ 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 الْأَجَلُهُنَ ينصحون لك يقول كرت دلبل نتفيك واحد العين تتل دفو تتل دفو يظهرون لك حقيقة نفسك أما الإنسان بوحدو كي يظن أنه هو المخيار وما كانت مشكل شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون الذي يخالط الناس هو الذي太 حارم يسح المخيار هذا الفو من ser savior يكلم أفيد الله يتمنى Software قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر علىها يُخَيْرُ مِنَ أَلَذِي لَا يُخَالِ طُ النَّاس وَلَا يَصْبِرُ مَاهَة رَهْنَا إِلَا ان 앉ع ملا لقد start识 es ist Co Britain و selves tsé أن人س شshow ولقد انつعت مع بعضنا أفاول سؤال تجدي هو أخبر النا TL يقول الذي table يقول وحد يهضر فيك وحد يسبك وحد يغتابك وحد تصبر وتعلم وتربى وتحسن الاخلاق ديالك الى اخره. هذه من المخالطة الاصدقاء ينفعونك في الدنيا والاخرة. قال ابو ذر الوحدة ابو ذر صحابي. هذا الحديث من كلام ابي ذر اما من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصح كما قال الحافظ وغيره. يقول الوحدة يعني تبقى بوحدك خير من جالس السول. احسنت قسمع النسلين فلسل. اذا عندك الاختيار. اذا كنت تبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجارب الحياة ثم اخر شيء تذكر نعم الله عليك. تعرف الحقيقة ديالك انت. تذكر نعم الله عليك لك ت motivاء Dank owners. تذكر نعم الله عليه وكمل 같아. تذكر نعم الله عليه وكمل خضرها لك. تذكر نعم الله عليه و تذكر نعم الله جاء الله bertبقه لله؟ لا شكرا نعم الله عندك فضر الله له. تذكر نعم الله لك. عندما يحطمون سليمان وزنوده وهم لا يعلمون عندما يلعطي هذه المعنى فاولة لقد قالت للمسيسة انتقلت للمسيسة سليمان وهم لا يعلمون سليمان وهم لا يعلمون سليمان وهم لا يعلمون فتبسسما ضاحيكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الغمغس على الله لأنه سمع نملة فحمد الله وشكر الله ونحن نسمع ليلنا ها التليفون ها يوتيوب ها التليفزيون ها الأخبار ها القرآن ها الصحة هكذا هل نحمد الله؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى سليمان مكوش بدون اشتركوا في القناة